اشهد سعادة سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى بضرورة الاهتمام بمجالات العلم والمعرفة وتطور التكنولوجي مباركا نجاح اطلاق اول قمر صناعي بحريني ضوء واحد وهو انجاز بحريني يجعل قطاع علوم الفضاء احد القطاعات الواعدة والمهمة في المملكة جاء ذلك خلال ترأسه اليوم جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر مجلس النواب الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية مؤكدا ان هذا الانجاز الكبير يمثل تجشينا لمرحلة جديدة من الانجازات التي تشهدها مملكة البحرين لمواكبة التطور الهائل في مجالات البحث العلمي والاتصالات والمعلومات يطيب لي ان ارفع اسمى ايات التهاني والتبركات الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الى خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه مناسبة نجاح اطلاق اول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ضوء واحد مؤكدين ان هذا الانجاز الكبير يمثل تجشينا لمرحلة جديدة من الانجازات التي تشهدها مملكة البحرين موسيقى 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 موسيقى